من الحلويات السهلة واللذيذة بدون فرن فريرو روشي رائع جدا بسم الله على بركة الله بحاجة لغوفرات أو باستا بكريمة البندق وكريمة البانيليا سنستعمل العلباتين كل العلبة كما لحتوها 150 جرام المجموعة 300 جرام ممكن تكسرهم بيديكم ممكن تديرهم في قطعة بلاستيك وتضغطو عليهم بيديك أو تهرمشوهم في طحانة الكهربائية ما يكونونش مطحونين مزيان كيبقاوها كشوية مهرمشين بحاجة للملعقتان من البغاليني ديال اللوز أو النوازيت إلا عندكم ديروه إلا ما عندكم مش بلاش غدي تكتافيوا بشوكولاتة خاصة بالدهن غدي نستعمل ليكا كريم متواجد في الأسواق التجارية وعند البقاء بتمد جدا مناسب غدي نحتاج تقريبا ملعقتان كبيرتان من شوكولاتة خاصة بالدهن ممكن تستعملوا سباتيلة أو من الأفضل غدي تستعملوا اليد اللي كتكون مضيفة ومغصولة مزيان ممكن تلبسوا اللي كوم كامل الاختيار كنتأكد من القوام كناخد قطعة بيدلي ما فيهاش الخالط وكنشوف القوام صافي ما غديش نحتاج للشوكولاتة ديال الدهن كنسرحها فوق ورق سول فغيزي باش يجيكم العمل سهل كتقدوها مزيان ونقطعها مربعة باش كيكون عندي القياس متوازي ديال كل قطعة بوحدها بغيتوا تعبروهم في الميزة اللي كوم كامل الاختيار ولكن جربوها الطريقة أعمالية وسريعة وغات تعجبكم بزيال كناخد قطعة كنضغط عليها هكا بالأصابع وناخد هنا نوازد أنا استعملت نوازد حمرتوا في الفران محيط لي القشرة ممكن تديروا اللوز محمر بالقشرة دياله أو كتسلقوه وتحمروه في الفران لكوم كامل الاختيار أنا استعملت نوازد متوفرة عندي رقضيت بيالغارض ما غادش تحتاجوا لكمية كبيرة ثلاثة واربعين حبال غادي نحتاج لها ديال نوازد كنستمرها كناخد قطعة ونضغط عليها هكا ونوضع فيها لحبة ديالنوازد بطبيعة الحال محمرة ومقشرة ونكوّرها مزيان إذا بنت لكم قطعة صغيرة من الجنبرة كتزيدوا فيها وندخلهم المجمد أنا هنا خدمت الكمية اللولة والأخرى بقى في المجمد اخديت هنا مائتين جرام ديال شوكولاتة أسود وملعقتين ديال اللوز كونكاسي محمر ممكن تديروا شوية ديال شوكولاتة في الباطن ديال اليد تكونوا لابسين ليجو وكتديروا الكويرة هذه الطريقة الصحيحة ديال فريرو روشي ولكن اللي ما قادرش وغاد يعد بكم الشوكولات ديروا هالطريقة هادي الشوكولات مع اللوز كونكاسي وكتحطوا الكويرة غير كتحطوها وكتكحزوها من البلاصة اللي حتيتوها فيها باش متتاخدش داك الشكل اللي حتيتو عليها في الأول يعني ذوك الزوائد ديال الشوكولاتة ما كتكونش في الجوانب يعني طبقوها الطريقة ما تخليوها حتى تجمد قبل ما تجمد كتكحزوها من البلاصة فاش حطيتوها للمرة الأولى كنستمر حكا بسرعة كتتماسكلينا شوكولاتة كناخد كويغتاس من اللون البوني وممكن تستعملو بطا غلاسي دي جي ايف كتجيزوين المدق ديالها وممكن تخلطو شوكولاتة غيش مع شوكولاتة بسكر بحال غالة ممكن تستعملو غير غالة بوحدو أنا خلطت بين شوكولاتة ديال غالة وشوكولاتة غيش وهذا والشكل المحصل عليه اعطتني 43 قطعة كتجي ماشاء الله مقرمشة لديدة بزاف سهلة وسريعة في التحضر تحضروها بمناسبة العيد تحضروها في الأيام العادية كتجي من أروع ما يكون اقتصادية ولديدة بزاف جربوها وفرحوا بها الأسرة ديالكم وبصحتكم وراحتكم ما تنسوش اللايك وتعليق وبغتاش بأمان الله